من كنوز المعلومات الفقهية معلومات لازم تعرفها عن أنواع السجود السجود ليه ثلاث أنواع سجود التلاوة لما يكون فيه آية فيها سجدة وانت تطير قرآن وسجود الشكر وسجود السهو طبعا ده غير السجود اللي في الصلاة سجود التلاوة لما يكون واحد بيقرأ قرآن وبعدين يمر على آية فيها سجدة وعددهم 14 في القرآن الكريم سواء كنت بتقرأ قرآن بر الصلاة أو جوة الصلاة والعلماء بيقولوا أن السجود التلاوة سنة يعني لو واحد بيصلي وعد على آية فيها سجدة وما سجدش لا يأثم ما فيش حاجة عليه ولا يتأثر صلاةه لا تبطل صلاةه مساء نفس الكلام لو واحد بيقرأ القرآن وعد على آية فيها سجدة وما سجدش هي سنة ودي سنة النبي وعادة النبي عليه الصلاة والسلام ففعلها لي أجر كبير عند ربنا ويكفي التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم لما تيجي عندي آية السجدة وتلاقي علامة كده مشهورة في المصحف أن جي مكان السجدة بتترك المصحف في إديك وبتسجد وجمهور العلماء مش كل العلماء مش إجماع المسألة دي جمهور العلماء بيقولوا أن سجدة التلاوة يشترط ليها ما لسجدة الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء ده جمهور العلماء بعض العلماء الآخرين زي ما الإمام الشوكاني نقل في نايل الأوطار بيقولوا أن لا يشترط لسجود التلاوة الوضوء مثلا ونقلوا عن أن سيدنا عبد الله ابن عمر كان يسجد للتلاوة على غير وضوء الأمر في سعة وإن كان جمهور العلماء بيقول لو كنت متوضي ابقى أسجد واستقبال القبلة وانت ساتر العورة ده بالنسبة لسجود التلاوة بنقول في إيه؟ لما بنسجد بنقول سجد وجهي للذي فطره يعني خلقه سجد وجهي للذي فطره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ولما بنسجد سجود التلاوة بيصرخ الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم يبكي يندم يقول أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فده سجود التلاوة سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة وطبعا لو الإمام بيقرأ وانت بتصلي وراه يعني مأموم وهو ما سجدش فانت كمان ما تسجدش لكن انت تابع للإمام النوع التاني من السجود هو سجود الشكر إن الإنسان إذا ورد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أمر فرح به سجد وسجود الشكر كثير من العلماء يقولوا إن هو لا يلزم له أحكام السجود فلا يلزم له استقبال قبلة ولا ساتر عورة ولا وضوء وإن كان الإنسان لو كان على وضوء وساتر العورة جميل إنه يستقبل القبلة ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وإن كنا حيثما تولوا فثم وجه الله لما بنسجد سجود الشكر بنحمد ربنا سبحانه وتعالى وبنشكر ربنا على النعمة اللي أصابتنا وهي الحقيقة حدث جميل إنك لما يجي لك نعمة تسجد لربنا والعلماء في بعض العلوم النفسية يقول لك في حاجة اسمها success celebration إنك أنت تصور لحظة الإنجاز عشان تتحفر في عقلك وتخش جوا جسمك كده طاقة الفرحة بتاعتها كلام يشبه فكرة إن أنا أول ما تجي لي نعمة أو مساجد لله فأعترف بالمنعم أولا صاحب النعمة وصاحب العطاء وافتكر كرم ربنا علي ويتحفر جوايا الامتنان لعطاء ربنا النوع الثالث من السجود وهو سجود السهو إن الإنسان لو بيصلي مثلا صلاة من الصلوات وصدم النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم صلى بيهم صلاة ربعية الظهر أو العصر أو العشاء وبعدين بعد ركعتين سلم فالناس خرجت بر المسجد خلاص واضح إن الصلاة نزل وحي اللي أربعة بقوا اتنين وبعض الناس زي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كانوا بيصلوا استحوا يسألوا النبي هو إلا حصل وبعض الناس قالت أقصرت الصلاة أم النبي نسي فأم سيدنا واحد من الصحابة اسمه ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال ما قصرت وما نسيت كما يقول ذو اليدين قلنا نعم يا رسول الله حليك صليت الرباعية ركعتين فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين يعني مش جاب الصلاة من الأول صلى ركعتين اللي فاتوا اللي لم يصليهم وسجد للسهو قبل السلام يعني بعد في العالمين إنك حميد مجيد وسجد سجدتين سبحان ربي الأعلى عاديين جدا ثم سلم السلام عليكم السلام عليكم فلو حصل نفس الموقف تعمل كده لو شكيت أنا صليت ثلاثة ولا أربعة دائما اليقين لا يزولوا بالشك معنى القعدة الفقهية دي إن أنا لو ثلاثة ولا أربعة يبقوا ثلاثة ابني على اليقين وهات ركعة ربعة ثم قبل السلام تسجد سجود السهو السجود السهو سهنة يعني أنا مش متأكد هم ثلاثة واربعة لا خلاص خليهم ثلاثة وأعمل للرابعة وبعدين بعد ما خلصت الركعة الرابعة سلمت وما سجدتش للسهو ما عليكش أي حاجة فيش أي حاجة خالص إنت الأولى إنك لو أنت شاكك تتم وتسجد للسهو تميت وما سجدتش للسهو ما فيش أي حاجة وليس عليك أي شيء بعض العلماء عندهم خلاف في مسألة لو أنا زودت ركعة ومش متأكد هم أربعة ولا خمسة فحسيت إنه هم خمسة وأنا بقول كده التشاهد تقريبا كانوا خمسة أقوم ساجد للسهو قبل ولا بعد التشاهد بعض العلماء بيقولك لو زودت يبقى يسجد بعد السلام والبعض الآخر يقولك لا خليها قبل السلام خلاف ونقاش طويل يعني في غرف العلماء المغلقة عشان ما نلخبطش بعض سواء سجدت قبل السلام أو سجدت بعد السلام كلاهما وارد في السنة الشريفة وكلاهما مقبولة فأنت بتسجد للسهو لو شكيت بتسجد للسهو لو فوتت التشاهد اللي في الوسط تشاهد اللي في الوسط سنة بالمناسبة اللي بعد الركعة التانية افترض واحد قام بعد الركعة التانية وما قالش التشاهد اللي في النص كمل صلاتك لو كانت المغرب أو العشة وبعدين قبل السلام في العالمين إنك حميد مجيد سجدتين سبحانه ربها الأعلى طبيعيين جدا ثم سلم السلام عليكم السلام عليكم دي كانت معلومات سريعة في كنوز المعلومات الفقهية عن أنواع السجود سجود التلاوة وانت تقرأ قرآن وسجود الشكر وسجود السهو